وبالعودة مشاهدين لملف إعلان حزب النهضة في تونس ترشيح زعيمه راشد الغنوشي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن تونس ينضم إلينا ضحى بوستة عضو المجلس المركزي لحزب الجبهة الشعبية أهلا بك معنا ترشيح الغنوشي هل كان متوقع وماذا يريد وعلى ما يراهن أهلا بكم بالنسبة لي ما راجع حول ترشيح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس هو أقدر أقول أن الخبر تأكد وأنه سيخوض الانتخابات عن دائرة تونس واحد دائرة تونس واحد التي معروفة بأنها دائرة فقراء شعب تونس ودائرة الطبق الوسطى لشعب تونس والتي ذقت ذرعا بالسياسات التي حددها راشد الغنوشي طيلة سنوات أي منذ 2011 منذ حكومة الترويك التي ترأسها مرورا بحكومة ما بعد حكومات ما بعد انتخابة 2014 واليوم هاهن به يعلن ترشحه ولكن طبيعي جدا أنه سيليقي العديد من وجوه من الديمقراطيين من القوى الديمقراطية من القوى التقدمية التي ستسعى قصار جهدها لغلبته ستسعى قصار جهدها نحو الحفاظ على وحدة شعبنا على السياداتنا الوطنية وعلى قوة الشعب التونسي وحماية لتونس من هذا المشروع الاستبدادي الذي سيعصف بها هذا الخبر تأكد قلنا منذ تقريبا سيدة ضحا هذا الترشح عذرا المقاطعة هذا الترشح هل هو مرتبط بطموح شخصي للغنوشي في هذا الوقت تحديدا والوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وبالتالي النهضة تنظر في هذا الإطار أنه ممكن أن يكون هناك شغور في المنصب خلال الفترة المقبلة وبالتالي رئيس البرلمان بالضرورة يمكن أن يكون رئيسا للبلاد نعم هو بالنسبة للترشح ترشح سيكون لانتخابات 2019 التي ستجرى في أكتوبر والتي ستلحقها بعد حوالي شهر ستلحقها لانتخابات الرئاسية لا نعرف إن كان المرشح للرئاسية القادمة سيكون الرئيس باجي قايد السبسي الذي يعاني من صعوبة صحية حسب ما راجع في الفترة الأخيرة أم لا لكن أستبعد ذلك حقيقة ولكن حسب تقديرنا الغاية الرئيسية من وراء ترشح رشد الغنوشي أولا هو فيما يتعلق بملف الذي أثرته هيئة الدفاع عن الشهدين بالعيد والبراهمي في علاقة بالتنظيم السري لحركة النهضة أعتقد أن الهاجس الأول لرشد الغنوشي هو أن يتمتع بالحصانة التي يمنحها القانون والدستور للبرلمانيين حتى ينقى بنفسه عن أي محاكمة يمكن أن تصلت عليه باعتبار تورطه في هذا الجهاز الخطير وثانيا يبدو أنه لديه طموح حقيقي حتى يتولى منصب رئاسة مجلس نواب الشعب ولكن كما قلت وستقرر هناك عديد وجود ديمقراطيين لدينا سيدة صدون له على رأسهم رفق المجلس المركزي لحزب الجبهة الشعبية شكرا جزيلا لك كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك